الحمد لله الفتاح وصلى الله على سيدنا محمد إمام الأرواح إلى مسالك الفلاح وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين كان الحديث في المجلس الماضي عن التمييز بين خواطر الخير والشر وأن معرفة الفرق بين خاطر الخير وخاطر الشر بعرضها على الشريعة المطهرة فما استحسنته الشريعة فهو الحسن وما لم فهو القبيح فإن لم يتضح لنقص معرفة عند العارض للخاطر أو لأن الأمر من المباح وهذا الأكثر المباح المطلق هل هو الآن خير له أو شر يعرضه على هدي السلف الصالح ماذا كانوا يستحسنون من ذلك ويستقبحون إن لم يتضح عرضه على نفسك فإن وجدت النفس نشيطة إليه مسارعة فهو في الغالب من الشر وتحدثنا بعد ذلك عن أنواع خواطر الشر كيف نميز بين خاطر الشر الذي يأتي من الشيطان أو النفس أو الذي يكون استدراج أن تتذكرون كنا نذكر أن خاطر الشر إذا دفعه الذكر فهو من الشيطان وإذا أصر خاطر الشر على نوع معين من الشر ورفض أن ينتقل حتى إلى نوع أسوأ منه من الشر فهو من النفس لأنها تلح على هواها وعلى ما تريد وإذا جاء بعيد معصية أو تخصير فلم يتب الإنسان منها أو استهتر بها فهو من الخطر للإستدراج وتتذكرون أن نقول أن خاطر الشيطان علاجه الذكر خاطر النفس قال له واحد جاء بطريقة مؤدبة قال تقليل الزاد تقليل العلف لهذه النفس وتحميلها الشغل الأكثر فإن هذا يضعف رعونة النفس وعند النفس على صاحبها هما تذكرون في الرحلات أحيانا لو يخرجون رحلات طويلة ويتسلقون جباله أو يخرج الإنسان في رحلة خارج منطقته في غابة أو يقبل على نفسه ما لا يقبله في البيت من التعب يمكن يشرب ماء أقل تعقيما وأقل نظافة يكون ينام على أي مكان معانا في البيت لو قليل الفراش غير مريح ما يأتيه النوم لو سمحتي نامي أنا بكرة عندي شغل نامي يا نفس أبدا ريحني أنا غير مرتاحة كما يقولون أخواننا هنا في الشام دخيل الله تنامي ما تريد نفس ما ترضى ما تريد تنام لكن في وقت الجد ما عندك حل لا تنامي على هذا الأرض أنت في رحلة أو في صحرة تنام دليل على ماذا؟ أنه بالإمكان أن تنام لماذا رفضت هنا أن تنام؟ رعونه لكن لما أجبرت على الأمر قبلت فالنفس تحتاج إلى ترويض وتذكرنا أيضا أنه من الخطر على الإنسان أن يلحظ أن خاطر الشر جاءه بعد معصية لأن معنى هذا أن هناك غضب من الله يحتاج أن يسترضي ربه يرجع واستغفر ويشعر قلبه خطورة الأمر فإذا نظر الله إليه ورأى هذا المعنى قبله لكن السؤال الآن الذي يوجهه إلى إخواني الذين حضروا المجلس الماضي والذين شاهدوه هل أقمتم شيء من هذه الميازين على أنفسكم أم لا؟ لأن هذا العلم علم عمل خذ هذه المسائل وطبقها إذا لم تأخذها ولم تحملها محمل الجد والعمل الاستفادة منها لن تكون هي المقصودة أن تسائر إلى الله سر إلى الله بحق بعمل في هذا المجلس سنواصل إن شاء الله عز وجل وضع ميزان آخر لتمييز خواطر الخير قلنا أن مصدر خاطر الخير إما أن يكون من الله مباشرة إلهاما يلهمك الله فعلا فألهمها فجورها وتقواها هذا دليل ألانا قد يلهم من قبل الله إما الشارع أو الخير إما العياذ بالله سدراجا وتنبيها أو يكون من فضل الله عز وجل وتكريما وعطاءا وثوابا أو أن يكون خاطر الخير من من؟ من الملك وسميناه لو ذكرتم في المجلس قبل الماضي لمة الملك كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم كيف تميز بين خاطر وخاطر أن هذا الخاطر جاء لمة من ملك أو هذا الخاطر جاءك من الله مثوبة قالوا أيضا ثلاث موازين لازلنا مع الثلاث الميزان الأول أنظر هل هذا الخاطر من أعمال القلوب أو من أعمال الظاهر ما معنى هذا الكلام؟ الأعمال المقربة إلى الله إما أن تكون أعمال ظاهرة قم صلي راكعتين هذا عمل شريف راقي ظاهر قم تصدق بعشرة دراهم قم زر أحد الأقارب والأرحام وإما أن تكون من أعمال القلوب هل حضر قلبك مع الله في الركعتين؟ هل رعيت الإخلاص وعدم الرياء؟ هل تنبهت من أن لا تعجب بنفسك في حال الصلاة؟ هل رعيت الإخلاص عند عطاء المال والصدقة لم تباهي أمام الآخرين؟ هل رعيت نفس الفقير وأنت تعطيه؟ أم أشعرته بالمنى وأنت تعطيه؟ هذه معاني قلبية في المعاملة هل عندما قررت أن تصوم صدقت في نيتك؟ هل استحضرت المقصود من ذلك؟ فهذه الأعمال القلبية فإذن عندنا أعمال ظاهرة وأعمال قلبية أعمال باطنة أعمال جسدية أعمال قلبية أعمال ظاهرة أعمال باطنة قال انظر خاطر الخير بعد أن ميزته وعرفت أنه خاطر خير هل هو من الأعمال القلبية أو من الأعمال الجسدية؟ من الأعمال الباطنة ومن الأعمال الظاهرة؟ قال إن كان الخاطر من أعمال الباطنة فهو من الله عز وجل مباشرة لأن أمور الباطنة القلبية هذا فوق إدراك ساداتنا الملائكة لا يطلعون عليها في نفس الإنسان هذا ضابط الضابط الثاني قالوا انظر هل هذا الخاطر يأتيك ناصح وينصرش أم أنه يأتيك ناصح ومصر ملح عليك قوم اعمل قال إن كان ناصح فإن قبلته فبها ونعمة لم تقبله وينصرف فهو من الملائكة لم تتملك لأن الملك ينصحك ما قبلت النصيحة يمشي تريد مثل لذلك أما استيقظت ليلة من الليالي في الثلث الأخير من الليل فتحت عينيك نظرت إلى الساعة الساعة الثانية والنصف الساعة الثالثة خطر في قلبك لماذا لا توضع وصلي ركعتين يجرب الصلاة اللي يسمونها صلاة الليل يكلمون عن قيام الليل قيام الليل نشوف نصلي ركعتين صلاة الليل أو نعيد حال كنا فيه مع الله نصلي في الليل خطر في قلبك هذا ثم جاءك خاطر لا بس شوية أغمض عشر دقائق كمان أنام وأقوم إن شاء الله بعد ذلك استيقظت على أذان الفجر فاتك قيام الليل ما الذي حصل هنا الذي جاءك هذا ناصح أنت لم تلتفت إليه انصرف هذا لمة ملك فلمة الملك تأتي ناصحة على سبيل التعريض وتنصرف لا تستقر في نفس الإنسان لكن الذي يأتي من الله يأتي بقوة تشعر كأن الخاطر يحملك على أن تقوم وتعمل فعل الخير الميزان الثالث هل جاء هذا الخاطر ابتداءا هكذا أو جاء بعد عمل خير قالوا أن أعمال الخير انقبلها الله من علامات القبول لعمل الخير الذي تعمله أن يقضي فالله في قلبك فتح باب عمل خير آخر عملت الخير الآخر تنفتح شهيتك لعمل خير آخر وهكذا فكل عمل خير مقبول من علامات قبوله أن الله يفتح مثوبة يثيب صاحب عمل الخير بأن يسر له فعل خير أكثر اتضح الميزان الثالث إن جاءك هذا الخاطر من الخير بعد عمل صالح عملته فهو من الله مثوبة طيب ما الفائدة في تفريق بين لمة الملك والخاطر الذي يأتي من الله مباشرة نحن كنا نقول نعرف نفرق بين خواطر الشر حتى نحتال عليها كيف ندفعها نستعيذ بالله منها نتخلص منها طيب وخاطر الخير قال العلماء أن معرفتك لمصدر خاطر الخير يعظم شهود المنة في قلبك لله قال عندما تشعر أن الله صاق إليك محبوبا من محبوبه ملك من الملائكة خصيصا ليكلمك لينصحك تشعر كيف كرم الله معك تشعر عظمة هذه المعاملة الإلهية أنه نائم في غفلة أفتح عيني أشعر أن ملك من الملائكة يكلمني أي يقضف خاطرا في قلبي يلم بقلبي يقول يقوم صلي ركعتين ملك نكلمك أي كيف يكلمون الملائكة الملائكة ما تكلم إلا الأنبياء نقول لا الوحي لا ينزل إلا على الأنبياء التشريع لا يكون إلا على الأنبياء لكن لمة الملك مخاطبات الملائكة نعم يعطيها الله عز وجل للمؤمن الصالح بل إذا صفى قلبك أكثر وأكثر يمكن أن تسمع بأذنك خطاب الملائكة من أين جاء هذا الكلام من الحديث الصحيح إن عمران بن حسين تسلم عليه الملائكة رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان قد ابتلي ببلائم وكانت ثمرة هذا البلاء وصبره على هذا البلاء ورضاه وحسن معاملته لربه فيما ابتلاه فيه أن الملائكة كانت تلقي عليه السلام وكان يسمع تسليم الملائك ما الفائدة من ذلك طيب تسليم الملائكة يزيدك ينقصك في قربك من الله أن ملك كلمك أو خاطر قلبك فيها زيادة الحقيقة أن النافع والضار هو الله لا ملائكة ولا إنس ولا جن ولا أحد لكن المعنى هنا أن الله قد لاطفك معنى هذا الكلام أن الله يلاطفك اسمع يا سائر الله يا مريد الله يا مريد القرب من الله إن الصادق في إقباله على الله يتهيأ لنيلم إكرامات الله له يتهيأ لملاطفات الله سبحانه وتعالى لعبيده هذا يزيد القلب معرفة بالله يزيد القلب استشعارا لفضل الله وأما التي تشعر أن الله قد قذفها في قلبك مباشرة هذا إلهام فألهامها فجورها والتقوى الإلهام على ما تعتنى من الله تعالى بك أن يخاطب الله تعالى قلبك هذا عطاء من الله عز وجل اسمع لا تخلط يجي واحد يقول خاطبني ربي في قلبي قل لي ما عليش الليلة لو نمت ما في مشكلة لو ما صليت استغفر الله هذا لخاطبك الشيطان لا تجعل الشيطان ربك الضابط هنا الشريعة إذا تأكدنا أنه خير الكلام بعد ما وضعناه على محاك الشريعة واعتبار السلف الصالح مخالفة النفس الكلام ما بعد ذلك فالإلهام أعطاء من الله عز وجل يبرز من حضرته إلى قلب الصادقين من عباده يقذفه في قلب عباده إن من أمتي محدثون وإن منهم عمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي سيدنا عمر بن الخطاب فيلهمه الله يلقي في قلبه يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فينزل جبريل من السماء السابعة يقول لسيدنا محمد في القرآن الكريم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى تأخذ سيدنا عمر غيرة ربانية على أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقول يا رسول الله لو أمرت زوجاتك بالحجاب فتأتي الآية التي تأمر زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب حتى قال رسول الله إن من أمتي محدثين وإن منهم عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقف سيدنا عمر بن الخطاب كما جاء أيضا في النص الصحيح في الأثر الصحيح يقف على المنبر يخطب في أيام خلافته الراشدة عمر رضي الله عنه وقف الخطبة خرج عن نسق الخطبة وقال يا سارية يا سارية الجبل يا سارية الجبل فأخذ الصحابة يلتفتون إلى بعضهم البعض جاء في أسد الغابة أن سيدنا علي بن أبي طالب لما رأى الصحابة ارتبكوا قال دعوه فسيسرى عنه فهم سيدنا علي المسألة فلما انتهى من الصلاة سألوا سيدنا عمر ما الذي جرى يا أمير المؤمنين قالوا ماذا وما الذي جرى قالوا كنت تخطب فإذا بك تقول يا سارية الجبل يا سارية الجبل قال نعم خطر بقلبي أن العدو يلتف على سارية من جهة الجبل في النواحي سمرقند أكثر من ثلاثة آلاف كيلو بينه جاء الجيش فسألهم قالوا سمعنا صوتا كصوت عمر يقول يا سارية الجبل يا سارية الجبل ما الذي حصل هنا الذي حصل هنا إكرام من الله ساقه إلى قلب سيدنا عمر ما الذي أشعر عمر في تلك اللحظة بأن سارية يحتاج إلى هذا التنبيه الله ألهم سيدنا عمر ذلك الأمر الله ألهمه دخل أحد الأعراب كان ينظر إلى إمرأة نظر مما حرم الله تعالى النظر نظر بعين غير صحيح فلما جلس في مجلس سيدنا عثمان ذي النورين رضي الله عنه تغير وجه سيدنا عثمان قال أيزني أحدكم بعينيه ثم يأتي إلى مجلسنا دون أن يستغفر صرخ الأعرابي قال وحي بعد رسول الله قال لا ولكنها الفراسة اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله هذا في أمور التعاملات مع البشر هي في أحوال معاملتك الخاصة مع الله أدعى وأعظم فإذا استشعرت أن الله الآن يقول لك قم صلي ركعتين أن الله الآن يقول لك قم تصدق أن الله يلهمك أن تتحرك نحو الخير بادر لا تتأخر أبدا سارع استجب إلى ربك وأنت مستشعر الله تفضل عليه تريدون فائدة أخرى لهذا الموضوع تأتي الفائدة الأخرى